موسيقى زينة بأخبارنا الثقافية وصلت للختام فاصل ونكفي بقية فقراتنا الصباحية لليوم موسيقى تميز والإبداع والتفرد بمجالات الحياة ما كانت بعيدة عن سوريا أبداً ولا بمرحلة من مراحلة سواء بالداخل أو حتى تمثيل اسمها بأي بلد بيكون شبابها متواجد فيه ضيفنا زينب لفقرة التميز كان عنوان موهبته لا يترك بصمته السورية بألمانيا ويقول بأنه شباب سوريا بليء فيهم الفن والحياة معنا بصباحنا لليوم الشاب ميشيل والسوف فنان تشكيلي سعد صباحك كمي سعد صباحكم يسعد صباحك ميشيل حمد الله على سلامتك وأهلا وسهلا فيك أهلا فيكم ميشيل أنت طالب بألمانيا عم تكمل دراستك ولكن رسوماتك لأت انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نحكي عن هاي الموهبة كيف بدت وكون هي خارجة عن دراستك طبعا أنا بلشت رسم من وقت كنت صغير نميت هالموهبة مع الوقت من خلال مشاركتي بمعارض بالمدرسة على مستوى المحافظات كمان شاركت بلوحة باليابان كمان هالشي كان زاد بسئتي بنفسي وعطاني دعم معنوي لهيك هيك بلشت ميشيل أنت شو عم تدرس اختصاصك بألمانيا أنت طبعا من النوع أنك جاي زيارة على سوريا ولكن جبت شوي من رسماتك بما أنه كان إلا انتشار مثل ما لنا عم مواقع التواصل الاجتماعيين بين إيدي بعض الرسومات لنحكي عنا شو بتفرق بس أول شي خبرنا شو اختصاصك وخلينا نحكي عن كل لوحة من اللوحات طبعا أنا عم مدرس هندسة العمارة إلى جانب ذلك برسم بحب الرسم ويكون عندي وقت فضاء بحب أعمل نشاطات بالرسم طبعا لهي الرسمات هذو الرسمات الرقمية أو الرسم ديجيتال بيعتمدوا على استخدام الأجهزة الحديثة هو عبارة عن رسم طبقات بيستخدمها عن طريق الموبايل وبعمل طبقات أساس البشرة وهيك يعني حتى أنك منطقي شخصيات سورية معروفة طبعا حبيت أنك تبين الوجوه السورية لا أكيد أنا بحب أرسم وجوه سورية وأكيد لقيت دعم كبير منهم أكيد كمان ميشيل يعني من خلال رسوماتك شفنا في فن في روح يعني الصورة دايما والرسم هو بيحتاج لروح وبصمة قديش بتحب الرسم طبعا الرسم بحبه كتير يعني ما أقدر أحكي غير هيك يعني طبعا مشوف بيقيت زينة بصورة الفنانة سيرين كأنها عم تحكي تماما هيا أول ما بلشت الرسم رقمي حبيت تفرجيكم هيا اللوحة لأن في تفاصيل في مراحل الرسم كيف بلشت كيف بعمل طبقة الأساس كيف بوصل لآخر مرحلة طيب أول شي يمكن هذا النوع اللو طبعا مثل ما قلنا الرقمي الدجتال وأيضا ناحة الزاتي أو ما بارف شو بتسموه بالاختصاص لكن عم نشوف كمان إلك لوحات عم ترسم فيها شو الأنواع اللي تميزت فيها وهل بتفكر بخطوة تانية أنك تفتح معرض لكل الرسومات وخاصة هذا النوع الرقمي بالديجتال اللي عم تميز فيه؟ طبعا هلا أنا بلشت أكثر من نوع فن مثل فن الأوريغامي فن الديجتال رسم الزاتي على القماش 3D بس آخر شي هلا عم مرسم رسم زاتي مثل ما شاف هاي الصور نعم بحب الرسم الزاتي هاي إلو تماما هاي على ورق كمان هاي رسمة لأخي هديته يحب عيد ميلادو حالو حتى بتهديهم كدويات ايه تماما بيطلع لي ألاوسالي كدويات ميشيل أنت بألمانيا تركت بصمة بصمة سورية وقدمت للجامعة لوحات حكي لنا عن هيدا اللوحات هاي آخر لوحاتي رسمت بناء البلدية بهنوفر محل ماني ساكن رسمت هاد البناء وحوالي الطبيعة هاي الرسمة هي للبناء ورسمت يعني حاولت إدمج الرسم الواقع والخيالي بنفس الوقت هاد العمل اشتركت مع مصور روسي هاد العمل رح نعمل منه كتاب ورح أكتب معلومات عني ومعلومات عن المصور وإن شاء الله بأخر هاد الشهر رح ينزل هاد الكتاب بدار نشر بألمانيا حالو كما قدامك لوحات فيك ترجينا يا هون تشرح لنا عن نون يعني عم نشوف إنه دائما في بورتري وفي مناظر طبيعية اين النوع الأصعب أو اينه النوع اللي بتحس إنه بده دقة أكتر؟ طبعا هلا رسم البورتري أكيد أصعب لأن فيه قياسات ودقة أكتر رسم الطبيعة بيحتاج بس لإضافات ما بيغير من أساس اللوحة نشوفنا على الكاميرا كمان ميشيل هلا هاي في عنا هون رسمة رقمية لموديل سوري هاي من آخر رسماتي الرقمية طبعا عم نشوف الزجاج الملون وعم يبرؤ يعني هاي دا هذا كمان تراث دمشقي تماما هاد الزخرة طولت فيها اللي عملتها حتى كيف إخراج الضوء على الفنان ولفتنا الضوء يعني اللي بعدها ميشيل خلي كمان نشوفها هون من جلسات التصوير للوحة الأخيرة البلدية خلينا هنا اللي بروا على الكاميرا هاي الصورة اللي أنت كمان هاي أول مراحل العمال أول مراحل بتصور بتحب تصور كل مراحل العمال وكيف عم يصير؟ تماما تماما صورنا كل مراحل العمال لحتى نعمل هاد الكتاب ويكون شامل مراحل رسمة طيب ميشيل خلينا نحكي شوية هلا يمكن هاي الموهبة كمان بدا سقل كمتابعة خلينا ناخدها زي ما بالإله اه أنا عماسكتها غلط فهي كمان الصورة نحكي عنها مثل ما عم نحكي إنه الموهبة بدا سقل أيضا أكاديميا هل عم تطور حالك عم تشوف كمان يمكن مواقع تانية لتعليم الرسم عم تطلع على الجديد؟ طبعا أنا من خلال دراستي أكيد بطور دعمي للرسم واهتمامي فيه وطبعا خلال وسائل التواصل الاجتماعي صار فيه الواحد يتعلم شو ما بده يعني من خلال انستجرام يتابع صفحات عالمية صفحات مشهورين كل هات بيساهم بأخذ معلومات وأفكار وبيعطي مثل تغذية بصرية يعني هندست العمارة هي فن تماما ورسم كمان هو فن ولكن انت طورت فنك بلوحات بتحب أي بتحب أكتر يعني انت ليش مدرست فنون فتت عمارة ولكن يعني توجت مثلا موهبتك بلوحات تحكي لنا؟ تماما هلا أنا من خمس سنين عم احلم ادرس هندسة معمارية اللي هيك حاطة هدف بحياتي وأكيد بيجانب الرسم كهواية وأكيد رح طول طول رسمي لموهبة وأكتر إن شاء الله بالمستقبل أعمال يعني تحابة بالهندسة ولكن موهبتك أصلا الهندسة بدأ تكون شاطر بالرسم يعني كمان شارت ما هيك؟ يعني الرسم بيساعدني للهندسة والعكت الصحيح أكيد ميشيل طيب شفنا كتير صور بورتريل الفنانين معروفين سوريين هل حدا مننا نتواصل معاك شاف رسمات وتتواصل معاك عطاك تعليق حلو ضل هيك يبصمي عندك؟ تماما هلا أغلب الفنانية اللي رسمتهم طبعا دعموني وشكروني على اللوحات وأعجبتهم اللوحات وأكيد من خلال هذا الدعم زاد سئتي بنفسي وزاد اهتمامي بالرسم يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هلا قلت لنا أنه كنا عم تتعلم من انستجرام عم تقدر تاخد شيء قديش مواقع التواصل فتحط لك أفق كمان وخلت في عالم متابع على ميشيل طبعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أكيد اتقربت للعالم الفني عالم الرسم عالم كل شيء يعني بيساعدني لحتى زيد ودعم موهبتي ميشال يمكن بمكان وجودك بألمانيا في كتير من الفنانين بيعرضوا فنهم حتى لو بالشوارع بأي مكان متاح لهم لأنه هذا الفن هو كتير يعني قيم عندهم فهل فكرت تفوت بهي التجربة وتعرض لوحاتك أيضا هنيك بهي الطريقة؟ تماما هلا أنا عندي كتير أفكار للمستقبل أكيد رح أعمل هيك أفكار بس السماعة يعني ما صار مجال لحتى أدم هيك عمال يعني قديش دعمك هذا الشيء دراستك للعمارة قديش دعمت الرسم قديش خلت لوحاتك يكون فيها احتراف خلينا نقول لأنه بما أنك دارس هندسة في إياسات معينة فهي بتطلب الاحتراف قديش لقيت دعمة دراستك فنك؟ تماما هلا آخر لوحة عملتها هي لبناء البلدية بقى بيطلب إياسات محددة لحتى إنقل صورة البناء كما هي لهيك وقتا رسمتها ما تعزبت لأنه أنا عندي أساس بالهندسة الممارية بقى هالشيء أكيد ساعدني طيب ميشال يمكن كل بلد وكل جمهور له ذوق معين حتى بالفن فكيف شفت الفرق بين ذوق الجمهور السورية وبين شعبك وأيضا هني كيف عم يتقبلوا حتى البورتريل لشخصيات يمكن سورية أو حتى المناظر الطبيعية اللي أنت عم تعمل أو التراسي الدمشقي كيف عم يتقبلوا؟ طبعا هلا هنا بيهتموا بالفنون وبيحبوا يدخلوا شيء للحضارة الألمانية مثلا وأنا بحب إنقل حضارة بلدي من خلال مثلا رسم المعالم الأسرية أكيد مستقبلا مفكر أعمل معرض بيشمل الحضارة السورية والحضارة الألمانية بيشمل كل أعمال مثلا مثل أماكن أسرية بسوريا أماكن أسرية بألمانيا ويكون هيك معرض مميز هلا من خلال اللوحات اللي شفناها اللي عم يشوفها بيفكر أنه هي مشغولة بطريقة سهلة ممكن أخذها من الانترنت من الكمبيوتر ممكن عملها إطارات معينة ولكن قديش لتطلع هيدا اللوحة فيها روح وفيها إحساس عم تاكل شغل معك؟ تماما هلا قبل ما أرسم اللوحة أكيد بفكر فيها قبل هي أول شي الفن هو فكرة بقى فكر باللوحة كيف بدي أسسها كيف بدي بلش فيها بعدين بيجي عمرحلة التنفيذ وبشوف شو مناسب إلا شو فيه إضافات تأثيرات لإرادة التعاملة تماما وطبعا مع الوقت أكيد الواحد بيطور حالو يعني مثل هيك لوحة بورتري قد بتاخد معك وقت؟ هلا حسب وقت يعني يعني فيني خلص اللوحة بثلاثة يام فيني بأسبوع فيني بيوم سبع ساعات مثلا متواصلة حسب تفاصيل اللوحة تفاصيل الموجودة باللوحة طب أمتى بتحس إنه لازم اللوحة يكون فيها دقة بالتفاصيل والتعابير يعني بإنه إذا بدك تنقل توراس معين ولا كمان تفاصيل وجه معين يعني أصعب الوجوه أو المناظر بالنسبة إليك؟ طبعا رسم الوجوه لأنفية وطف عصيل ويمكن إذا صنطي غلطي يغير الشخصية بقى لهك رسم البرتري أكيد أصعب وبدأ شغل أكتر يعني الشباب السوري قدر يترك بصمة بكل مكان نوجد فيه حتى بألمانيا بعدة بلدان قديش كان لكم دور بأنكم ترفعوا اسم البلد بالعالي من خلال الفن من خلال الدراسة من خلال أي شيء بداعي بتأدمون طبعا أنا واجبي كمقترب سوري مقيم بألمانيا قدم صورة حلوة عن بلدي وعن حضارة بلدي وعن إدرات الشباب رغم كل الظروف نحن قادرين نعطي بصمة حلوة عن البلد كان ميشيل مواقع التواصل الاجتماعي هي خلت كثير من العالم تتعرف عليك حتى الإعلام قدمهم كمان اليوم فعلا تنشر أي عمل عم تعملوا مواقع التواصل الاجتماعي وفعلا توصل رسالة فن رسالة وطنك أيضا خاصة أنه يمكن نحن هل عم نعيش بظروف حرب صعبة كل العالم عم بيواجهنا حرب إرهابية علينا فأنت كشاب سوري أكاديمي قدمهم وتوصل الفكر الصح أيضا من خلال فنك طبعا من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي أكيد صرت قدر وصل رسائل بسرعة أكبر للمجتمع أكيد يعني ساعدني بمواقع مثل إنستجرام وفيس أكيد ساعدني يتوصلوا معك ألمان عم يلولك طبعا بيجيني طلبات مرات رسم مرات مثلا دكتور أسنان قال لي أنه أرسم له عحيط العيادة يعني بيجي عندهم أفكار بيحبوا الرسم وبيحبوا الفن حابين شغلك وشايفينه على مواقع التواصل الاجتماعي فكرة تعمل معرض؟ طبعا مستقبلا حابب أعمل معرض أكيد بيشمل حضارة سورية معالم أسرية كمان بألمانيا شي تراسي شي شعبي شي أكيد مميزة حيكم طبعا إن شاء الله شو هو المشهد اللي بيبلدك ما بتنسى يعني بنعرف أنه أنت متغرب طبعا للدراسة اللي ما بتنسى يمكن حارات الشام أو محافظة فيها آثار معينة أو حارة معينة يمكن حابب ترسمه ويمكن اللي هلأ ما قدرت ترسمه تماما هلأ أنا ساكن بحمى لهيك في نواعير حما أكيد أول ما وصلت على سورة فورا رحت لهنيك وتصورت معانا أكيد مستقبلا سأرسم لوحة لآثار والنواعير حما لا هلأ ما رسمت لوحة للنواعير طبعا رسم من زمان بس شافوا الألمان؟ لا أكيد مع الوقت أكيد سأرسم أكيد إن شاء الله يا رب ميشيل خلينا نحكي عن الشغلات الثانية اللي بتعملها شو غير الرسم بتميل له مواهب ولا هو الرسم هلأ مركز عليه أنت بالذات يعني؟ هلأ طبعا أكتر شي الرسم بس أنا بجانب ذلك أكيد بعزوف بعزوف على الكمان هلو كمان إسباحة كمان كويس تمام هيك كمان ميشيل يمكن سألتك أنا أول شي على المشاهد اللي ما بتنساها وبدأك ترسمه كمان يمكن في وجوه بتعلق بذاكرة كل إنسان كمان يمكن تكون صعبة يمكن تكون قاسية كيف كمان بتحلم أنك ترسم وجه معين؟ إمتان سوري ولا عربي ولا عالمي؟ شو الوجه اللي أنت بتتمنى أنك ترسمه؟ وشو هي التفاصيل اللي عم تستنى أنه تنحفظ تمام حتى تقدر تنفذ الرسمي؟ تماما قبل ما أختار شخصية لازم أختار صورة صحيحة لأن الصورة أكيد بتساعد لحتى إنقل تفاصيل الشخص تماما لهيك أول شي بيختار الصورة المناسبة بعدين ببلش كيف يدي أرسمها كيف في المراحل الرسم كيف تماما هيك يعني بشتغل على هذا الموضوع يعني رح نبقى بأجواء المعارض وننتقل لخبر مع معرض للرسام والفيلسوف والرحال الروسي نوك نيكولاي ريريخ والذي أقيم بمدينة شميلة الهندية معرض الرسام ضم لوحات فنية ومعروضات أيضا للفيلسوف الروسي كما تزامن افتتاح المعرض مع الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس مؤسسة ريريخ التذكارية الدولية التي تعتبر مشروعا مشتركا لروسيا والهند للأحتفاظ بالتراث العلمي والروحي والتاريخي والثقافي كما وضحت اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية مراحل ريريخ الهامة ومسيرته الفنية والعلمية يعني أكيد سالي بهذا الخبر عن فنان روسي راحل كبير كيف أنه تخلدت لوحاته بهذا المعرض صار في تعاون بين بلدان أيضا بتحلم توصل لهذه المرحلة وهل في فنانين عالميين أو سوريين أنت متأثر فيهم حابب كمان تتكرلنا مين هنة؟ طبعا كل فنان بيحب يوصل لأبعد نقطة بيقدر يوصل لأكيد في فنانين كتير يعني أنا بيعتز فيهم أنه سوريين وبيفتخر فيهم مثل مين؟ فينا نذكر؟ الفنانين سوريين مثلا أو عالميين أنت متأثر بشي؟ طبعا هلأ من الفنانين العالميين أكتر شي بحب فانكوخ إذا فيني أشرح لكم شو على هاللوحة أي تفضل فانكوخ؟ تماما هلأ هاللوحة سميتها آدم وحوة سميتها آدم وحوة فيها كثير تفاصيل بقى كل المشاهد بيحشوفها حسب اهتماماته فينا بالنص نلاقي مثلا شجرة الحياة جنة نار هون جهة الخير جهة الشر هون حبيت دخل جزء من لوحة فانكوخ ستاري نايت ليلى مرصعة بالنجوم حبيت دخلها باللوحة وهون حبيت كما تدخل لوحة إدفارت مونك يلي هي الصرخة اللي بتعبر عن شعور الخوف يعني بدي أتمنى لك التوفيق ميشيل أكيد بإبداعك بدراستك بدنا كلمة أخيرة منك لكل الشباب طبعا أهم شيء اللي عنده حلم لازم يضل متمسك فيه ودائما يسعى لحتى تحقيقه وبالنهاية أكيد بتشكركم على إصدافتكم وبتشكر قناة الإخبارية السورية وعلى كل طاقم العمل وشكر أكيد الأخير لأهلي ولكم المين يدعمني أكيد شكرا لك إن شاء الله نشوفك بأهم المعارض شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة